مرحبا معكم اكرم بدورة مدرب حياة معتمد رح نبدأ سلسلة فيديوهات نتحدث بشكل علمي عن الافكار السلبية والاجابية اللي بتدخل على دماغنا وبتأثر على قراراتنا وحياتنا ولحد كبير بتحدد مصيرنا رح نبدأ بالفيديو الاول اللي بتحدث عن اضخم واعظم كمبيوتر على فتر البشرية الا وهو الدماغ تم تشبيه الدماغ البشري بحبة الجوز ولكن ما في اي دليل علمي يثبت ان هذا الشيء العلاقة بعمل الدماغ الا اذا اخدنا الناحية الغذائية يقال انه حبة الجوز مفيدة للدماغ ولا عمل الدماغ ينقسم الدماغ لنصفين النصف الايسر ونصف الايمن وحسب احدى النظريات العلمية كل نصف له مهام محددة تعالوا نشوف شو هالمهام يختص النصف الايمن من الدماغ بالعواطف والمشاعر الابداع الخيال الفنون التلقائية اي العفوية لغة الجسد حلما اليقظة تفكير الملموس المادي يعني والتفكير العام بدون دخول باي التفاصيل بينما يحتم النصف الايسر من الدماغ بالقراءة الكتابة التكلم الرياضيات العلوم الترتيب التسلسل المنطق التحليل التوقع حل المشكلات المعقدة التفكير المجرد غير الملموس غير المادي لما نفكر بعلم الغيب هذا تفكير مجرد لانه غير ملموس والتفكير التفصيلي الشامل رغم انه كل نصف مختص بمعام محددة الى انه النصفين بيعملوا مع بعض وبالتعاون مع باقي اجزاء الدماغ لتنبع الافكار من رأسنا وتأثر على حياتنا اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم تابعونا بالحلقات القادمة على كل وسائل التواصل الاجتماعي السلام